مرحبت الأخ فيصل نحن هذا المصطلح الكلمة هدية تعالى عتبة يعني لغيناها من قاموس وزارة التربية الوطنية يعني منذ سنوات يعني يعني شيء يعني ولينا ما نصوروش الشيء اللي نقدر نقوله هو أننا عملنا مشروع مسودة لتضمن مجموعة من الاحتمالات إذا تم رفح الحجر الصحي يعني كيفاش الآن يعني ما نقدرش نعرفوه وقتاش رح نستأنفو الدراسة يعني الأمور تولي لمجرها الطبيعي هذا السيناريو الأول السيناريو الأول إذا ما تم سوف أعطيك عدة سيناريوهات السيناريو الأول إذا ما تم توقف يعني فيروس كورونا وستمت السيطرة عليه في 19 أفريل إن شاء الله تعود الحياة إلى طبيعتها كيف ستتعامل وزارة التربية مع الدروس التي لم يتم هو إذا كان استأنفنا الدراسة يعني تكون هناك دراسة وتمتحن يعني تلميذ يعني هناك يعني الأمور تولي لمجرها هو في هذا المشروع اللي قلت لك عليه هو أنه عندك عدة احتمالات حسب الوضع اللي رح نكونوا فيه خاص بتنظيم أعمال نهاية الدراسة يكون فيه تمديد مثلا لسالة دراسية وكذلك الإمدحانات الرسمية وهذا المشروع سيناقش مع المنظمات النقابية التابعة لقطاع التربية الوطنية وكذلك الأولياء تلبيد يعني أنا الآن سابق لأوانيح باش نتكلموا على محتوى هذه السيناريوهات وخاصة أننا ما زال ما نقشناها مع الشركاء والقرار لا يمكن أن يتخل يعني بانفراديا يعني لابد من إشراك جميع طبعا نحن الآن تكلموا في حالة ما إذا توقف الحجر وبدأت تواصلة الدراسة عندنا ربما شهر رمضان على الأبواب تتقلص فيه ساعات الدراسة ثم يكون عندنا تأخر في البرنامج هل سيتم تمديد سنة دراسية مثلا لا أستطيع أن أقول إذا كان هناك تمديد أما ما يكونش هناك تمديد الشي اللي نعرفه هو أننا إذا كان نرفع قريبا الحجر الصحي الدراسة يعني يستأنف الدراسة ونكيف الأوضاع على حسب الأوضاع